كنت عايزة أقول الحتاة على موضوع اللي يهدي الميدان كمان هو يعني أوكي طالع من الميدان الحوار حوالين ده الوقت بتاع شخصية اللي ممكن تعمل إنقاذ للوطن وشخصية اللي ممكن بزيد بقى في ملف الأمن والاقتصاد والإعلام اللي هو أكتر ثلاث حاجات إحنا شايفين فيها مشكلة لكن برضو التهداء لازم تحصل لموضوع الدم في الميدان يعني هو لازم وقف القتال يعني فورا والاعتذار عن ده ما حصلش اعتذار يعني آخر حاجة سمعني اعتذار ومعاقبة وتحقيقات ويعني بسي ايا كان بحاكم أشخاص من الجيش ولا أشخاص من الشرطة لازم الناس دي تتحكم بس ده مش الثقافة في مصر للأسف الشديد أو ثقافة النظام بس من آخر الحاجات اللي قالها دكتور عصام شرف هو أنه بيحي الشرطة على أداءها وضبط النفس في الميدان يعني معقولة الكلام ده يطلع في الإعلام معقولة بسي كان فيه تصريح إن ما فيش درب نار وإن الدخلية ما دربتش نار فيه تصريح لغاية دلوقتي إن احنا ما عندناش قناسة وإن الناس اللي اتقتلت من 25 يناير لغاية 11 فبراير غالبا القناسة جم من الفضاء الخارجي أو من الأيدي الخفية احنا لسه بنتكلم في اللهو الخفي والأصابع الخفية بتاعت كل يوم اللهو الخفي اللي عمل ما سبيره وقتل الناس ودهس الناس اللهو الخفي اللي موجود يعني كلمة اللهو الخفي احنا بنستخف بعقول المصريين للأسف الشديد وبنستخدم سلاح قوي جدا وهو الإعلام لما النظام يستخدم الإعلام بس كده الشعب بقى مغيب لأنه هو بياخد معلوماته كلها من التلفزيون ده سلاح احنا عشان وقتنا بيخلص انا عايزة كلمة ختمية من أستاذ محمد ومن دكتور سالي احناك قولنا انت شايف نطلع ازاي ازاي حكومة ايا كان مسميات انقاذ وطني تسيير اعمال لكن بشار أنت تمتع بصلاحيات كاملة غير منقوسة حكومة ولا مجلس رئاسي مدني لا حكومة اقرب من هولك حكومة اقرب الى ان نكون في نظام برلماني اتنين انت يعود المجلس العسكري خطوطين الى الخلف لا تصدر المشهد السياسي هذه الحكومة هي التي ستعيد اعادة هيكلة كافة مؤسسات دولة عندهم تلات ملفات رئاسية واحد الام اعادة هيكلة هذا الجهاز لا يمكن الامر تستمر بهذا الشكل البلد معرضة ايضا الى مزيد من الاحتقان بين مواطنين وبين قوات الام الجزء التاني يتعلق بالاعلام اعادة هيكلة مؤسسات الاعلام الرسمي في الدولة تلاتة الاقتصاد اعتقد اذا انجزنا في الملفين الاولين ملف التالت هيتحرك اوتوماتي تمام سالي نفس النقاط واحب يعني اضيف عليها المحاكمات العسكرية للمدنيين لان ده مشكلة كبيرة احنا تحولنا من السجن الصغير للسجن الكبير يعني عندنا 12 الف مدني حول المحاكمات العسكرية وان كان فيه انتصار علامة فتح امام نيابة مدنية دول بتوع ما سبيرو بس زي ما بنقول كده لما بنطلب نادية بيدونا سوسه ودائما هم خطوة خطوة ورانا للأسف الشديد نصف خطوة دائما دائما يعني بعيدا موضوع التواري وطبعا ان هم بيستخدم لغاية دلوقتي قانون التواري سفقت المفروض سالي او بيزي في جملة واحدة حكومة انقذ وطن بسلاحيات كاملة هي اللي اتحقق رئيس حكومة نشعر من شخصيته ان هو فعلا قادر ان هو يعمل ده فورا احنا هنديله القيمة يعني اعمل واحد اتنين تلاتة الشعب واول حاجة يعملها الداخلية طبعا سؤال لي كنتو الو اتنين سريعا برضو لما بنقول ان المجلس القوات المسلحة يتراجع او يرجع الى ثكناتو او خطوتين الى الخلف لا تصدر المشهد السياسي بس ده عشان بس الناس انا من الناس اللي قبلناها ومبارح في الشوارع يعني انتو هنحيش زي من غير الجيش لا محدش بيقول كده المجلس العسكري حاجة والجيش حاجة تاني احنا بنتكلم على ان هو يتنحق سياسيا ويدى سلطاته يعني كاملة والصلاحيات كاملة لحكومة تقدر انها تدير البلاد يبقى عندها الخبرة السياسية ان هي تعمل كده احنا مديين كل الصلاحيات لمجلس العسكري معندوش الخبرة السياسية وواخدين الصلاحيات من حكومة المفروض ان هي اللي عندها الخبرة انها تعمل الحاجات دي فيعني بس هو واضح حكومة هتاخد التشريعية هتاخد التنفيذية هتاخد الرئاسية اللي هي السياسية يعني مثلا ادارة مشهد زي الانتخابات هذه الحكومة يبقى عندها صلاحية انها تأجل الانتخابات شاه تتفاض مع قوة سياسية ان رئيس الحكومة يستطيع ان يعاين شخصية مدنية مثلا كوزير للدقلية مثلا ان هو يلغي وزارة الاعلام يعني لا انا بتكلم على ان رئيس انت امام رئيس وزراء يمتلك صلاحيات كاملة المفروض ان انا في مثل هذه المواقف لان تجد ميدان التعرير واذا وجدتيه حكوم مسئولية الحكومة وليس مسئولية المجلس العسكري عشان كده احنا بنطلبه ان يعود خطوطين الى القلب لا يتصدر المشهد السياسي لكنه يجب ان يظل حاميا طبعا يعني بطل يلعب دور سياسي وخارجيا في تلك الفترة هو الحامي يعني انا مجرش نستعن عنه لا يعني دي قضية محسومة دي محسومة بس عشان الاعلام بخول المجلس العسكري في ادارة الحياة السياسية طول العشر يعني ثبت فشلة اتنين انها ستكلفنا ايضا مشاكل مستقبلية ما بين الشعر وما بين مؤسسة الوطنية العسكرية وهذا امر غير مطلوب احنا اتنا بيخلصوا فيه مليونية بكرة اه في اسمها مليونية حق الشهيد بس المكان موجود في الميدان مبارح يحس ان ما فيش حد محتاج انه يدعي لأي مليونية الناس بتنزل لوحدها كل يوم فاكيد بكرة متوقعين الناس كتير تكون معنا في مسيرات على فكرة كتير طلعة من مناطق شعبية مختلفة مسيرات شبابية وفي مسيرات الاهالي الشهداء وامهات الشهداء بالذات يعني مسيرات نسائية كتير موجودة بتيت تتضمن في الميدان احنا بكرة متوقعين ويا ريت ان المصريين ينزلوا يكونوا معنا بجد لان حق الشهيد لغاية دلوقتي مجاش وبيزيد الشهيد وحقه بيتناس لأسل الشهيد اعز انه للسادة المشاهدين والشعب المصر ان الموجودين في ميدان التحرير كان اسهل عليهم انهم يكونوا موجودين في اعمالهم وعندهم فرص عمال وامرهم الافضل للموجودين من قيرة شباب مصر الموجودين نزلوا فعلا علشان يستردوا ثورتهم مرة اخرى التي ضعت هسأل كل مواطن بيشوفنا الان هل انت تشعر باي تحسن في المستوى الاقتصادي اول اجتماعي انسى يا سيدي السياسي خلال العشرة اشعر هل انت شايف ان الحلبة افضل اذا شفت انه افضل خليك قعد في بيتك اذا ما قلت شايف انه افضل انزل وبنسأل كل عم هل ترضي ان ابنك يستشهد على جبهة وبعدين يترمي جنب الزبالة حتى لو برضو طبعا ده منظر مؤلم يعني بس حتى الى جانب ده حتى يبقى ابنك شاب في العشرينات ويقى مصاب اصابة عنيفة تعيقوا عن حياته الطبعية عين بتطير الزباط كانوا بينشنوا على العين من مسافة قريبة جدا احنا عندنا اصدقاء كتير فقد طيب اخر حاجة انا عارفة انا اسفة بس اخر حاجة ايه ممكن لو الناس جاي بكرة من دار التحيل محتاجينه في المؤن لان مبارح بالليل ما كانش فيه اي احتاج كان الاكل زيادة والادوية زيادة وخير مصر والحمد لله المصريين خيرين وجدعان ورجالة وزي الفول دايما البطاطين يعني دايما البطاطين وكان فيه حصر عشان فيه مياه في الارض والخيام لان فيه موسمة الخيام متهلكة يعني الخيام مطلوبة الكاتب الصحفي وستاذ محمد علي خير شكرا جزيلا عن وجود حضرتك معنا دكتور سالي توم عضو اتلاف شباب الثورة وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ونهارك سعيد لسا مكملين فقراتنا في نهارك سعيد فضل عندنا فقرتين فقرة عشان نتمن على الاقتصاد المصري وعجلة الانتاج نشوفها اي اخبارها وفقرة تانية عن الالترس الاهلاوي وزا ملكاوي اللي بيجلجلوا في ميدان التحرير مش عالفة اي الفقرة اللي جاء على طول بس دول الفقرتين الفضلين عندنا في نهارك سعيد اه انا عجر كلمة دي كمان اه سعى البسكليتة بتاعت الانتاج